وإلى الخبر الأخير مشاهدين الكرام أدانت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضر موت في بيان احتراب القبائل اليمنية بمناطق وادي حضر موت واستنكرت محاولة تحويل الوادي لساحة لتصفية الحسابات فيما بينها محمل وزير الداخلية والمنطقة العسكرية الأولى المسؤولية الكاملة عما شهدته مدينة سيون من اقتتال دامي بين قبيلتي مراد وعبيدة وأكدت الاشتباكات المسلحة بين الجانبين التي خلفت عدد من القتل تسببت في ترويع المواطنين وعكر روحانية الشهر الفضيل في أول أيامه مشيرا إلى أن الحادثة يؤكد من جديد مشروعية وعدالة مطالب أبناء حضر موت بإخراج القوات المنطقة الأولى من أراضيهم وحماية أمنهم بأنفسهم ترجمة نانسي قنقر